اذا ايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا باسم ماجدي وجاه اتكلم معاك في الفيديو دوا عن جوجل بيزنس ايميل بس خلينا قبل ما نبدأ الفيديو لو انت بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وعشان الكل يستفيد يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا في شهر ستة الفين واثناشر جوجل عملت خدمة اسمها جوجل بيزنس ايميل جوجل بيزنس ايميل هي عبارة عن خدمة بريد الكتروني بتقدر من خلالها يبقى عندك ايميل ات اسم شركتك ولكن الديسك سبيس بتاعته متاخدة من جوجل مش متاخدة من الاستضافة بتاعتك يعني ايه الكلام ده يعني ببساطة شديدة انت لو اشتريت استضافة بمساحة واحد جيجا او اتنين جيجا او عشرة جيجا او من اي شركة استضافة زي جودادي او هستي جيت رو اي شركة تانية انت بيبقى معاك حاجة اسمها الويب ميل الويب ميل ده هو المسؤول عن الايميلات بتاعتك فانت بتبدأ تكارية الايميلات وبتستخدمها من خلال الويب ميل هنا في مشكلة بتقابل ناس كتير وهي اولا ان مساحة الايميلات اللي انت بتبقى اوخدها مع السيبان الاول استضافة بتاعتك بتبقى مساحة قليلة جدا يعني ما بتخدمش على كل الشركات خاصة لو الشركات تعدندها عدد موظفين كبير او بتبعت وتستقبل عدد ايميلات كبير او في الشهر فبالتالي جوجل عملت لهم حل للمشكلة ديا وهي ان هو يبقى عنده ايميل على الجيميل ولكن بدل ما الايميل بتاعه يبقى قاد جيميل الايميل بتاعه يفضل قاد اسم الشركة بتاعته عادي جدا وفي نفس الوقت الاصضافة بتاعته زي ما هي ولكن هو بيوفر من الاصضافة بتاعته بدل ما يستهلكها في الايميلات فهو بياخد 25 جيجا بايت من جوجل بيزنس ايميل يعني الموقع بتاعه بيفضل هو هو والايميلات بتاعته بتفضل قاد اسم شركته عادي جدا بس بدل ما هي مربوطة بالمساحة التخزينية بتاعت الاصضافة بتبقى مربوطة بالمساحة التخزينية بتاع سيرفر جوجل شكراً تقراي الكم دونبخي حسني مع equation وحسن بكتب جوجل بيزنس ايميل ايضا موضع الогdown وبعد الوجين بمسيات الطبيبي تكلفة الاميل الواحد تكلفة الاميل الواحد الخامسة دولار في الشهر ولكن بعد ما بأخذ وتشتري ال� patient ابدأ اتمنى الر real وهي اهم المرحل وحسن أربطبي كما اشتري زيما من على الاج tuh بالاضافة كما بدأ اسم الشركة زي ما هو. يعني مثلا على سبيل المسال لو انا الشارят دوميل اسم باسم ماجد دوت كوم فانا عايز اعمل اميلي باسمه باسم ماجد كوم. بس بدل ما افتحه من الويب ميل بتاع الاضطافة انا عايز افتحه من على الجيميل عادي جدا اكدني شاري اي ميل جميل. بالاضافة ان انا استمتع بكل خدمات الجيميل اللي موجود على الاندرويد. ازاي بقد بعمل الكلام ده كله وازاي بربط الامي المال بتاعي باستخدام حاجة اسمها الام اكس ريكورد على السيبانل هو ده اللي انا هبدأ اقولهو لك في الفيديو ده يلا بينا نبدأ الخطوات العملية يلا بينا بقى نبدأ عملي واشرح لك ازاي تكرت جوجل ايميل بزنس وازاي تربطه بالسيبانل بتاعتك اول حاجة هتخش على جوجل وتكتب جوجل ايميل بزنس وتدوس انتر وبعد كده هتبدأ تخش على الجيميل بزنس بيجيب لك الصفحة ديا بعد كده انت بتبدأ تدوس جيت ستارت بيبدأ يقولك والله اكتب اسم البيزنس بتاعك وبعد كده اختار انت هتبقى محتاج تقريبا كم ايميل هل هو ايميل واحد هل هو من اتنين ايميل لتسع ايميلات من عشرة لتسع عسعين وهكذا بتختار العدد اللي انت عايز وليكو ان انا هشتري ايميل واحد بس فبختار جاست يو وبختار بتاعتي ايجيبت وبدوس ناكست طب يقول لي دخل اسمك دخل الاسم التاني بتاعك وبعد كده الاميل ادرس وهو الاميل بتاعك الموجود حاليا على الجيميل عادي ده بيبقى ايميل عشان لما الاميل بتاعك ما يشتغلش ويحصل في اي مشكلة فحب ان ارجع لك عن طريق ايميل تاني فبنستخدم الاميل ده المهم انت هتدخل بياناتك عادي جدا وتدوس ناكست بيقول لك دلوقتي هل انت عندك دومين يعني انت قريدي عندك كوب سايت ودومين ولا انت لسه الاول مرة بتعمل الموضوع ده فخلينا اقول لو انا قريدي عندي كوب سايت وعندي دومين وانا مش محتاج من جوجل غير خدمة الاميل جوجل بزنس بس فانا اقول له لا والله انا عندي نو ايس اا اي هاف ون فيقول لي طب دخل الاسم بتاع الدومين بتاعك فانا اقول له دابي 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 دوت مسلا بسم مكدي دوت كومو مسلا وهدوس ناكست فيبدأ يقول لي والله طيب احنا هنبعت لك ايميل عشان نتأكد ان الاميل ده بتاعك وبعد كده بتدوس ناكست اوكي 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 ومفروض ان هو بيبعت لك ايميل عندك بتبدأ تكتب اليوزر نيم بتاعك او الاسم الاميل اللي انت هتبقى محتاجه قاد باس المكدي دوت كوم وبتكتب الباسورد وبتعمل اي 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 ام النوتة روبرت وبعد كده هيجيب لك فكرة ان انت تدفع الخمسة دولار زي ما قلت لك وبتدفع الخمسة دولار هلنا بقى نخش للمرحلة الاهم والبعد كده وهي العمليات اللي انت هتعملها وازاي تربط الايميل بتاعك بالدوميل او بتاعتك بعد ما انت دفعت الخمسة دولار لجوجل اول حاجة بترجع للصفحة دي تاني وبتخش على حاجة اسمها ادمن كونسول ادمن كونسول دي انت بتخش عليها وتختار الايميل اللي انت كريدته على الجيميل من شوية وانت بتشتري الجيميل بيزنس ايميل واللي انت دفعت عليه الخمسة دولار بعد ما بتلوجن بيبقى قدامك الصفحة دي بيبقى عندك حاجة اسمها المستخدمين او اليوزر فانت دولار تبدأ تخش على لابة مستخدمين لو انت عايز تبدأ تكارية اكتر من ايميل فبتبدأ تكارية اكتر من ايميل وبتكتب اسم الايميل والبريد الالكتروني واحد كتمادعم ديكلها طيب ازاي بقى اربط الايميلات بتاعتي ديا بالسي بانال بتاعتي جوجل بتبقى بعتلك حاجة اسمها الـ MXRegord وده MXร nova بتاعة جوجل بيبقوا عبارة عن ايتم اتنين تلاتة اربعة خمسة بيبقوا عبارة حوالي خمسة كده المفروض ان انت تربطهم في بتاعتك اول حاجة بتعملها ان انت بتلوجن على بتاعتك وبعد كده بتدخل على حاجة اسمها زون اديتور ولو انت عندك بتاعتك قديمة هتلاقيها اسمها بعد ما بتخش على اول حاجة بنعملها اولا ان احنا بندليت اللي هو عليه علاقة بالاميلات اللي موجودة على السيرفر بتاعك دلوقتي انت دلوقتي عايز تمسح الريكورد اللي هو بيخلي الاميلات تلوجن او تسند او ترسيف من خلال السيرفر بتاعك علشان بعد كده تحط الريكورد بتاعت جوجل فانت هتخش الاول على منيج وتبدأ تدور على الديستنيشن ده اللي هو بيبقى اسمه ميل دوت قسم الدومين بتاعك دوتكم وبتبدأ تعمله دليت بعد ما بتعمله دليت بترجع تاني للصفحة دي وتبدأ تضيف حاجة اسمها ام اكس ريكورد بتعمل اد ام اكس ريكورد بيقول لك دخل الانتجريشن ودخل الديستنيشن اللي هو بيبقى جوجل من دهولك اللي هو ده ده الانتجر وده الريكورد فانت وليكن مسلا بتبدأ تكتب واحد وتاخد الريكورد ده كوبي كده وتحطه فانت بتكتب هنا واحد ودوس كده وبعد كده تدوس اد ريكورد وهكذا بتبدأ تدخل الخامسة على هذا الاساس بعد ما بتدخل الخامسة على هذا الاساس في خلال من اربعة وعشرين ساعة لتمانية واربعين ساعة الاميل اوتوماتيك بيبقى كده تربط بالسي بانال بتاعتك طيب احنا كاريتنا الاميل في اول خطوة احنا عملناها ولو حبيت تضيف ايميلات تانية زي ما قلت لك بترجع على صفحة المستخدمين هنا وبتبدأ تضيف اضافة مستخدم ولو عايز تحزف مستخدم بتحزف مستخدم من هنا وبالاميكس ريكورد اللي انا قلتها لك من شوية انت كده ربطت الاميل بتاعك بخدمة الاميكس ريكورد على السي بانال بتاعك ازاي بقى بتلوجن على الايميل بتاعك بتلوجن عليه عادي جدا من خلال الجيميل وانت بتكتب جيميل عادي جدا وبتلوجن على الايميل بتاعك وبتكتب اسم الايميل بتاعك واليوزر نيم والباسورد وبيبدأ يلوجن عندك كده زي اي ايميل جيميل ولكن بيبقى باسم الدومين بتاعك على الوب سايت بتاعك يارب اكون اعرفت افيدك في الفيديو دوا بأي معلومة جديدة ولو انت استفدت في الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو بتتفرج علي على الفيسبوك ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته